الكلماري وجماله وبحشوة بجد تحفة 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 يعني مش قادر اقول لكم وانا بدوقها كده حاجة كده روعه يا سلام لما تاخدي اطمى بقى ورع شوية خضرة كده كزبارة على شبط على بقدونس ودعيلي بقى الكلماري طبق كده هيشرفك وهيبهر ضيوفك وكلهم بدون استثناء هيقولولك عامل الخلطة الجبارة دي ازاي بس ما تنسيش تحطي اللايك يلا بينا عشان ما طولش عليكم نخش ونشوف الفيديو ونشوف مقدرنا مع بعض ان شاء الله واصفة تعجبك جدا 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 مقدرنا سهلة وبسيطة بس قبل اي حاجة زي ما احنا متعودين وقبل ما نبدأ مع بعض الفيديو هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وازد وابارك عليك يا سيدي يا محمد يا رسول الله معي الكلماري زي ما انتم شايفين كده من الضفة تنضيفة كويسة جدا 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 ونقعيها بلمون ومية عشان مربقة كده علشان اي خاطر انا لم اي حاجة فيها بحريات بعملها وانا مستمتعة ودازم تستمتعوا معي وهيعجبكم ان شاء الله هنا بصي غسله ونضيف جدا يعني مش قادر اقول لك بقى ريحته من كتر ما انا غسلته لانه بيحتاج تنضيف اكتر من الحبار بشكل رهيب ومتعب شوية في تنضيفه خصوصا وانا بنضيف الراس دي انا بحب الراس يعني قبل جسم الكلماري بنفسه انا هنا شلت الحتة اللي بتبقى في المص وشلت العين خالص تماما بصوا خليتها عاملة ازاي شلتها بالسكينة كده خليها زي الفل مش قادر اقول لك بقى انا ضفتك بيينيها في الكلماري بزيته عندي كم شوية جنبار كده قطعتهم هو كان كبير فقطعته ما شاء الله كده قطع كبيرة زي ما انتم شايفين عشان برضو يبان في الخلطة واهم حاجة التن بقى انا حط عليه في الفلح احمر عملت معكم الدقة ديق كزا مرة قبل كده بفرزنها وباخد منها الكمية لانا عايزها بيجرى الروش اي حاجة خالص ومعايا هنا اه البرغل انا نقعايا كويس قوي ومصفية ومنقيايا كويس جدا 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 مش ميخليها في اي حاجة نهائي عشان وانت بتاكلي مفيش حاجة تقرش كده تحت اسنانيك مهما كان نظيف فانتي لازم لازم تخسلي كويس جدا عندي بقى اي طاصة كده حطيت فيها مادة دهنية حتى الصراحة معلقة زبدة مع معلقتين سمنة ومعلقة زيت بحب ده قوي في الفلح وانا بعمله حتى لما عمله طاجل من غير كلماج ولا اي حاجة ببتدي احط كده الفلح بعد ما غسلته زي ما انتم شايفين وكل ده انا هعمله هحاول اسحب المية منه اشوحه لحد ما اسمع صوت ان هو خلاص ما بقاش فيه ولا نقطة مية تماما الحشوة دي يا حبيب قلبي حلوة جدا تقدري تعمليها بس كده واتدخلها طاجل بالفرن انا هعمل معاكم ان شاء الله طواجل بحريات اول مرة هتشوفيها باليوتيوب كله هتلاقيها معايا في الفيديوهات هنا بس اهم حاجة لو عجبك الفيديو شجعيني باللايك بتاعك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد وتنطمل عيالتنا الكبيرة الجميلة اللي ان شاء الله مش هتكبر غريبيك بامر الليه دلوقتي انا بشوح الفريق لازم لازم ان انا اسمع عارفين انتو الصوت اللي هو بتاعي ان خلاص ما عبقاش فيه مية كده وبيتكتك كده وهو اساسا ريحته بالسنة بعد دي جميل معي معلقة كمون بقى ومعلقة شطة ومعلقة كاريو شوية ملح وحطتهم كده مع توابل من الجنبري وحطتهم وهبتدي اشوح نفس التوابل دي نحطها على معلقتين الطمدل وفلفل احمر مفهوم وفلفل اخضر مفهوم وانا عاملاه حار جدا لان احنا بنحب اساسين الكلماري يكون حار جدا انت ممكن تستغني عن الفلفل الحار ده علشان لو عندك اولاد صغيرين او اي حاجة بس بصراحة سواء انا او زوجي ما بنحبش خالص ناكل حاجة من غير شطة هنا ضفت بقى كان في واحدة كلماري كده كان واحدة تفتحه مني فقلت حطهم يتشوحوا مع الراس مع الجنبري بقى وشم الريحة وضعيلي اهم حاجة مدام غسل حكتك نديفة هتشم احلى ريحة في المرحلة دي يعني ويكون اساسا الجنبري وحكتك كلها صبحة لان بتفرق جدا في الطعم بتفرق في الريحة وانت بتطبخي انا ببتدي اشوحهم مع بعض كويس جدا كده وكمان هضيف عليهم كده شوية فلفل الوان بصراحة بيدي بيخلي الخلطة مسكرة كده وجميلة هحط هنا زي ما انتم شايفين كده انا الوقتي بقلب وهضيف عليهم آآ فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر وبصلاية كده مقطع قطع صغيرة مع علاقتين كده زي ما انتم شايفين من كل حاجة بس بيفرقوا جامد في الخلطة دي اعملوهم بالمرحلة دي صدقيني وانت بتاكل كده بتقطم الكلميري هتحس كده بتعم حاجة كده جميلة هتعجبك قوي ان شاء الله فلفل الالوان اساسا ما تكتريش لاني انت لو كترتي هو مش هيبانها يدوب فلا انت مجرد بس حاجة ناخد النكهة بتاعته كده كمان هيدي لون حلو اوي هنا جبت معلقتين صلصة طماطم بيوري طماطم كده على نص كباية آآ مية بتكون مغلية جدا وبتديت ان انا انزل على الخليط بتاعي ما تنسوش ان احنا نقعينه فانا البرغل مش هياخد مني مية كتير فانا هي النص كباية دي هي اللي هتسويلي الخلطة بتاعتي خلاص انا بقلب كده وهسيبه لحد ما هيستوي وهحشيو ورجع لكم اهم حاجة تهدي النار بس عليه ما تنسيش بس بالمرحلة دي ان انت توطي توطي النار علشان خاطر بس ان هو يستوي معاك من غير ميتحرق هنا انا حشيته اه الحشو بتاع بصراحة اخد مني وقت فانا قلت اوفر عليكم بس الفيديو بس انا هحشي معاكو بوقتي تاني ان شاء الله هعمله معاكو كتير جدا انا حشيته كده بسرعة عملت منه يعني حملت منه طاج هدخله بالفرن غسته كده وهدخله بالفرن زي ما هو هيبقى كلماري مشوي اه لاني انا كان عندي يعني اه ناس في البيت فهم عايزين ان هو يتعمل بالشكل ده وانا حطيت حشوة منه تحتيه كمان وهدخله كده بس الفرن وهنعمل بقى اللي هو المقلي طاج ده عشان هو يعني كان كان حد من البيت عندي هنا من اهل جوزي عايزينه فانا للاسف ما صورتهش بعد ما خلص خلاص فودته لهم على طول وهنا بقى اللي هو بتاعنا احنا فهنا قليته بصوا بقى آآ بدرته كده بشوية دقيقة انا كنت في الخطوة دي مستعجلة جدا لاني سويته بصراحة هما كان مستعجلين وجوزي كان ماشي بصراحة المقلي عندي احلى من المشوي بكتير بس هما علشان ناس كبيرة وكده فبيحبوه من اللي هو يكون مشوي بالفرن ما يكونش بدقيق ولا اي حر خالص زي طاجن وبصراحة كان طالع شكله روع بس للأسف سامحوني ما لحقتش ان انا خالص اصور ما تنسيش بس اللايك لازم تحطيه لايك كتير على الفيديو هنا بص واحنا بنقليه كده بقلبه بقى عن ناحيتنا انا قلته على دورين وتعاملها كمية جبيرة جدا فالحمد لله ان انا خلصت بتعود اهل جوزي الاول او زي ما انتم شايفين بصوا الجمال اساسا هو مقلي بجدر انا عندي المقلي انا معا تجربتي انا عملت المشوي بالفرن هعمله معاكم تاني ان شاء الله بكل تفصيلة بامر الله هعمله معاكم بفيديو كده لوحده بس عايزكم تجربوا المقلي ده روعة انا شخصيا بحب المقلي بص الشكل بص جماله اصلا والله يا جماعة يعني بجد ده طبق هيشرفك قدام ضيوفك ده وعف فكرة البحريات اللي انت بتعمليها قدميها بشكل جديد وشكل مختلف وحشوة جديدة بص الشكل الحشوة اساسا مستوية وجميلة ومفلفلة روعة روعة طعمه مفيش احلم كنا عايز اقولكم انا يعني عاد تاكل منه كتير الحمد لله ان هو اه الطاجن بتاع اهل وجوزي ميشي وعدت انا بقى اتسالة لحد ما جوزي جيه وكان انا مع بعض الحمد لله جربوه بجد اه مش هتندمه اه طريقة طحفة جربوه مقلي اوعي تحطيه بالزيت من غير ما تحطيه بتبضليه بدقيق هيكش معاك جامد جدا ببضله بدقيق علشان بيدي شكل حلو كمان الدقيق في البحريات بيدي طعم روعة وتكوني متبلة دي ايه هنا بقى انا بمسح ايديا مكان مكل وبصي كده رصة كده جميلة وقدمي لديوفك بقى وقولي لهم بقى يدعو لكم هيدعو لك قسان اول بس ما يشوفوا الطبق الجميل ده شايفين الغاز باينة ازاي من الا شايفين واحدة هي شايفينها الغاز باينة من من حشوة كده ربارة الحشوة رهيبة تاكل كده تحسي ان هو محشي بالحبار مع السبيت الكلميري قصدي مع اهم حاجة بصوا اه جربوه مش هتندوق اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله